أعلن وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار إحالة مناقصة العددات الذكية للجنة المناقصة المركزية ليتم إعدادها بشكلها النهائي متوقعاً يتم تطبيق المشروع فعلياً خلال عامين الجسار افتتح مركز خدمة المستهلك بمحافظة حوله وكشف عن رفع قدرة المحطات لـ 13 ألف ميجاوات خلال العام الحالي لمواجهة الارتفاع المضطرد للأحمال الكهربائية تنتظر وزارة الكهرباء والماء الانتهاء من مشروع العددات الذكية الخاص بمعدلات استهلاك الكهرباء والذي تم طرحه بالتزامن مع بداية تطبيق قانون التعريفة الجديد والذي أعلن وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار إحالته للجنة المناقصات المركزية خلال افتتاح مركز خدمة المستهلك بمحافظة حوله المناقصة هذه هي لوضع البنية التحتية للعدادات الذكية ومتوقع لها أن تأخذ فترة سنة من توقيع العقد وبنهايتها نبدأ في وضع العدادات الذكية في الاستثمار إن شاء الله فالمتوقع من الآن في حدود السنة ونصف سنتين يكون تم وضع العدادات الذكية في الاستثمار وكخطوة استباقية لمواجهة الازدياد المضطرد في الأحمال الكهربائية خلال موسم الصيف كشف الجسار عن تجهيز المحطات ورفع قدراتها هذا العام إلى 13 ألف ميجاوات مقارنة بـ 12 ألف العام الماضي مع نهاية شهر خمسة وانتصف شهر ستة يكون اكتملنا في عمل الصيانة لجميع محطات إنتاج الكهرباء وتقطير المياه هذا الصيف احنا في وضع جيد الحمد لله الكهرباء المتوقعة والأحمال المتوقعة راح تكون بحدودة 13 ألف وثمانية وخمسين العام الماضي وصلنا بحد أقصى إلى 12 ألف وثمانية وعشرة ميجاوات راح يكون فيها نوع من التسهيل وراح تأخذ المعاملة يعني ويانا نتوقع يومين بالكثير إن شاء الله من تقديم المياه وإيصالها من تقديم الطلب إلى إيصالها إلى المستهلك ونهاية المعاملة طبعا المركز الجديد هو ثاني مراكز الخدمة بعد مركز فحيحيل الذي تم افتتاحه في محافظة الأحمد مؤخرا لتقديم خدمات متكاملة للكهرباء والماء تحت سقف واحد دون الحاجة إلى التنقل بين الأقسام لإنهاء المعاملات الخاصة بالمستهلكين ترجمة نانسي قنقر